فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ويؤكد الشيخ رحمه الله قضية الكتاب وهي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحابه لأصحاب الجحيم فيقول فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقة وهو المطلوب في هذا الكتاب نعم هذا الكتاب كان عنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم يعني الكفار سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم أو الفرس أو أهل الجاهلية كل من كان من أهل النار فهم أصحاب الجحيم ولا يكون من أهل النار إلا أصحاب الكفر أيًا كانوا من البشر فنحن منهيون عن التشبه بهم ومن ذلك العصبيات الباطلة والنخوات الجاهلية لأن الله أزال هذا بالإسلام واجعل المسلمين أمة واحدة وإخوة في الإيمان فيجب أن يعتزوا بعزاء الإسلام والإيمان وأن يتركوا أمور الجاهلية اشتركوا في القناة